هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله شعار رفعته حملة عالمية هدفها توحيد الأصوات في اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يوافق الرابع من فبراير كل عام هي حملة بدأت قبل عامين تدعو المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته الصحية للمساعدة في الحد من تأثير مرض السرطان الذي يزهق الأرواح كل عام كان الهدف اليوم هو التأكيد مرة واثنين وثلاثة علينا ضرورة السجل السرطان واحدة السجل السرطان في مركز وطن مكافحة المرض لتشتغل النماذج وتت دارت مجموعة دورات وبدو حتى في بعض المراكز بدوية في التسجيل ونبقى الموضوع هو أن يكون ثقافة عامة للكل لأن جزء مننا مش كل مراكز دوران بس حتى المستشفية الأخرى يجب أن نتساهم في النماذج هيا ندير وعليه أقدم كل من الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان ومركز ترابلس للتشخيص وعلاج الأورام على إحياء هذا اليوم العالمي وذلك بتقديم المحاضرات التوعوية وعرض المشاكل التي يعانيها في إحصاء عدد المرضى والمصابين وكيفية الوصول إلى حلون لحصل المصابين وأعداد المراكز والمستشفيات للحد من انتشار المرض المواطن ليه دور كبير في هذا الأمر والاقتقم الطبي طبعا ليه دور أيضا يعتمد هذا على التوعية بدرجة أساسية أن الناس لازم يكونوا معيين على الأقل يمشوا للكشف حتى الكشف السريري العادي لأن في ليبيا لازال نفتخر إلى نظام الفرز أو يسمه سكريني بورغرام ولا استخصان مبكر للسرطانات لكن الكشف المبكر هذا مهم جدا أيضا يلاعب دور كبير في الاكتشاف عالميا مرض السرطان ثاني الأسباب الرئيسية للوفاء وتقدر الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن رجلا واحدا من بين خمسة سيصاب بالمرض في مرحلة من حياته وفي المقابل فإن سيدة من أصل ستة نساء ستتعرض للإصابة بالمرض أيضا وبحسب خبراء الصحفة أن ثلث حالات السرطان الشائعة على الأقل يمكن الوقاية والشفاء منها بالكشف المبكر والعلاج المنتظم سنة حبيب قناة ليبيا الأحرار ترابلوس